ولا مرة ناديين بعيداً بقى عن الدكتورة هودا فكرت إنها تروح لطبيب أو طبيبة نفسية؟ آه فكرت فيها مرة أكتشلي وعملتها مرة فضولاً فكرت فيها إنتا وغاتها إنتا؟ فضولاً مش احتياجاً؟ لا فضولاً فضولاً لأن أنا اكتشفت إن أنا متصالحة مع نفسي أنا حد لما بيبع عنده مشكلة بيعبر عنها قبل ما يخش ينام ولذلك الحمد لله أنا بيخش أنام بالليل كويس يعني أنا أي حاجة بتضيقني بعبر عنها على طول عندي مشكلة معاكي هقولها لك في وشك عشان أخلص أوكي أنا هعاد أتكمارها بقى مع أنا اللي بصفر من جوة بقى وبسود من جوة ده حقيق وتعطت تقولني أنا فأنا تقولني ليه تكلك إنشي أنا خشة نيه فأنا عندي مشكلة أنا أصدامية أنا عندي مشكلة بتكلم فيها آه أنتي أي حاجة زعلنها منه أنا زعلنها منك وانت زعلنها وبقول فأنا بتهيقلي الناس المعبرة بعتقد دي ناس مرتاحة بتنام كويس آه ناس مرتاحة قوم ما تطمرت حتى اللي بشيره دي مش حاجة شريرة أنت ممكن بتشير لحشان ما تدايقيش الناس هو بضرك أنت تركو مرت طب ده فضول ففضولا لكن اللي بطراتي تروحيله قبل الفضول ما تروحطيله مرتين مرة أنت روحتي ومرة فضول بصي بعتقد أنها ممكن تبقى كبوة يعني ممكن تبقى فترة كده كنت داون على فكرة أنا ممكن أتفرج على فيلم عادي جدا نصبني بالإحباب أنا قوات بصحة من نوم اليوم ده مش بتاعي أفندم أنت شخصية أبتميستيك جدا أكيد لأني بشر بس أنا في الغالب في الغالب أبحث عن الإيجابية في الناس الحوالية وبحب يعني طب أنا مش متخيلة لما قررني أن تروحي الدكتور نفسي لشان في حاجة حصلت كنت راحة على الجو كنت راحة جنني كنت راحة جنني كنت راحة جنني كنت راحة جنني حقيقي حقيقي أنا أقرأ أعترف ان هو كان فضولا كان فضولا لأن ما رجعتش تاني ووضح ان أنا من فاعلة جدا راحة أهزر يعني فضولا أنا عايز أعرف هو الواحد لو حكى قصة حياته مثلا أو فطفة في حاجة هيحس بيه مختلف فاكتشفت ان انا محسنش بقى حال مختلفة لان انا سيمبلي بفضفض طب فكرة قرار الاعتزال وارتباطه ان انت خدتيه بعد وفاة سعاد حسني ليه لا بصي في ناس بهم ان وفتها هي سبب اعتزالي لا هي القشة التي قسمت ظهر البعيد طب قبل بقى القشة دي اكيد كان فيه مجموعة قشات اه في مجموعة من حشبات اه تعيني كلب مع اول حاجة اللي هي لسه ما قشمتش ظهرك هي الموضوع بسيط جيد الحاجة الاولى انا اساسا باليرينا سفرقة باليري اوبرا قهارة وده بالنسبة لي موضوع ده كان بصراحة غطلة اساسا ده معطلني عن الحب الكبير التمثيل التمثيل العطلة عطلة 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 حبك كبير الرأس باليري طبعا الباليري لانه انا بمرسل انه انا عندي خمس سنين ووصلت في ان انا امتر في نادي وصلت ان انا بروفاشنال في الفرقة واباقي او سند لي ادوار ده الحلم الكبير وبعدين انا بنافس العالمية الباليري ده حاجة عالمية النهاردة ما ببتكلم عربي في مسلسل بنافس مين وحاكي احنا تلاتة بس بالنفس بقى لكن تطلع عن مصرح وانتسقفلك في فاريسيون بالي لأ انت حاجة بقى انت عملت حاجة خلاص فانا انا يعني اشباع الفن عندي الحقيقي هو كان هناك فاذا ادي اول من قوائل الحاجات اللي كتقفلاني شوية انهم عطلاني عن تماريني والكرير بتاعي وانا كنت واصلا البالي بيعك عارف احنا كلنا بنشتغل من السبت للخميس نأجز جمعة الجمعة اللي بنأجزها بنرجع السبت كأننا بقى لنا شهر مشتغلين هو بيع فانا دي كتعطلة بالنسبة لي ولكن مش السبب الرئيسي بدأت تتراقم الاسباب الرغي كتير كان فيه رومرس كتيرة كان فيه اشعاعات كتير عن ايه عني يعني ايه بقى جرائض الصفرة كاتهريان حتى نوعية حاجات ايه ده نادين لسه مخلصة امتحنتها طلعت شرم الشيخ حيك انا ما رحت للشرم الشيخ اخبار والصحفي بيعلك انه ده تواجد يا فندم تروع عني ما تواجدت يعني يتقول عني حاجة حقيقة اسطحقها وانت كنت بتعبي من النوقت دي جدا بتفرق معاك جدا ده ايه تضيع الوقت ده وهم يضيعوا لك انت مالك ايوة 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 فانا ما بحبش كتا يعني انا موضوع ده بقى كان منغص علي فكرة وانا هجيب لنفسي الكلام بس دي بالشائعة لا ده انا ديتك اجزامبل ايوة دي حكا بسيطة خفيفة بس فيه منده كتير جرايب الصفرة رهيبة والبيضة والحمرة كانوا كلهم اه وكانوا وقتهم جامعين يعني اللي ما عندوش اخبار بيتصرفوا يقلف اخبار اصلا كنت كلش شعلتوا ايه في ثلاث سنوات يعني اصعب اصعب اشاعة تلاتة لك لا بأمانة ربنا مش فاكرة انا الحمد لله عندي القادرة اللي بقولها حاجات خفيفة على اللي ما بيعجبنيش بيفضل عندي الامبريشن فاكرة ان كان ده بيديقني بس مش عارفة ايه مش عارفة ايه بس لا يعني انا فاكرة ان ده كان مديقني وخاصة ان انا كنت حريصة لان انا جاية من بيت يمارس في حرية الاختيار فلما تبقي طالعة من بيت فيها بمعنى ايه انت حتتحزبي على اختيارك منتعرف لو حد بيقولك لأ لما حد يقولك انت حرة وهتتحزبي فهنا بتلاقي انه على عطيقك مسئولية وانا صغيرة بس ادها يا جماعة ما يغركمش مئيسة فبالتاني مش عايزة حاجة تحصل تتكلموا علي ومش عايزة سيب الرأس والأفرة طب وقيتين